اشتركوا في القناة هناك امراض تضعف وتقتل النحل وهناك طفيل جد خطير يقتل النحل اذا تكاثر وهو طفيل الفروة من بين الامراض المعروفة عند عامة النحالون كذلك امراض الحضنة منها امراض الحضنة الاوروبي وامراض الحضنة الامريكي وتحجر الحضنة وكذلك تكيس الحضنة النوزيمة الاسهال التسمم اذا في كل هذه الامراض التي ذكرناها يستطيع النحال ملاحظة ومعرفة مرض النحل وذلك عند فحصه الروتيني للخلايا يشاهد ان هناك ان عدد النحل تناقص واحيانا يجد النحل ميت في داخل الصندوق او امامه مثل مرض النوزيمة والتسمم ففي هذه الحالات النحل لا يستطيع الطيران ويحدث انتفاق في بطن العاملات او الشغالات ويمكن ان يصيب هذا المرض حتى الملكات اما في حالة تعفن الحضنة يلاحظ النحل تعفن في العيون السوداسية داخل الحضنة من نتائج هذا المرض النحل ينقص تدريجيا الى غاية بقاء الملكة وبعض العاملات واحيانا يهرب هذا النحل جراء المرض لكن اختفاء النحل هو امر مختلف تماما اذا ما هي الاسباب التي ادت الى اختفاء النحل هناك اربعة اسباب سنذكرها في هذا الفيديو عندما يختفي النحل فهو لا يختفي دفعة واحدة بل ينقص تدريجين في ظرف قصير الى غاية بقاء عدد قليل من النحل مع الملكة او عدم بقاء لا الملكة ولا النحل هذا هو الذي يحصل يعني في كل فترة تخرج دفعة من النحل السارح الى الخارج ولا ترجع ثم مثلا مساء تخرج دفعة اخرى ولا ترجع وهكذا يبدأ تناقص النحل اذا سنبدأ بذكر الاسباب اولا الجفاف او عدم توفر كمية كافية من الماء هو تهديد كبير لقدرة النبتات على النمو والازدهار او حتى البقاء على قيد الحياة اذا ماتت النبتات فلن يكون لدينا الغذاء الكافي لنأكله والنبتات تستطيع ان تقاوم نقص المياه لكن لفترة قصيرة بعدها تتراكم بداخلها مواد كيميائية تسمى خلال فترات الجفاف وهذا ما يؤثر بشكل مباشر على النحل الذي يرعى على هذه الازهار معناه فيه نحل يتسمى من النبتات نتيجة الجفاف الحاصل في الطبيعة ثانيا الفروة هي طفيل يستقر فوق جسم النحلة ويمتص دماء الدم او يكون هذا طفيل داخل عيون السداسية مع اليرقات واذا انتشر يقضي على خلايا النحل في مدة اسبوع يعني يستطيع ان يقضي على خلية بأسلة في مدة اسبوع خاصة اذا كانت المناح القريبة من بعضها البعض فهناك من يقول لي انا اعالج الفروة نعم انت تعالج الفروة لكن هذا الدواء الذي تستعمله غير فعال سبب ثالث المبيدات التي ترش بها المحاصيل الزراعية وكثرة الادوية وتغير حتى التركيز الخاص بهذه الادوية وكذلك الرش العشوائي للفلاحين وعدم استخدام برنامج خاص اثناء وضع الادوية او رش الادوية السبب الرابع وهذا السبب يعني ليس هو المشكل الرئيسي لاختفاء النحل وهو كثرة شبكات الهاتف النقال مما يشوش على ذاكرة النحل اثناء رجوعه من المرأة الى الخلية هذه هي الاسباب التي يمكن ان تكون هي التي هي وراء اختفاء النحل شكرا لكم والى اللقاء في فرصة اخرى ان شاء الله اذا كانت لديك اسباب اخرى صديقي المتابع للقناة يمكنك اضافتها في التعليقات الى اللقاء في فرصة اخرى ان شاء الله اشتركوا في القناة